هذا سؤال ما هو شقه عن الحديث لا صلاة لمفرد خلف الصف الجواب أن الصف مقصود لذاته لأن اجتماع المسلمين فيه وتقاربهم والتماس مناكبهم وأرجلهم أو أسرقهم كل ذلك مقصود لأنه يؤله بين قلوبهم ويزيل عنهم عبية الجاهلية وتفاخرها فإذا كان الصف الواحد يقوم فيه الغني وبجواره الفقير والكبير وبجواره الصغير والعالم وبجواره الجاهل وهم يستوون جميعا مناكبهم متساوية فهذا يزيل عنهم ما في النفوس وهو مدعاة لتأليف القلوب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله لتسوون بين صفوفكم أو لا يخالف أن الله بين وجوهكم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أن لا يحرم في الصلاة حتى يسوي الصفوف فلما ورنا أنهم قد عرفوا ذلك صلى يوما فرأى خللا في الصفوف فقال ما لي أرى الشياطين خلال صفوفكم كأنهم غنم العفر فالفرجات التي تبقى في الصف يشغلها الشياطين يدخلون فيها من أجل الإفساد بين الناس فلذلك ينبغي الإنسان أن لا يترك للشيطان فرجه وبذلك يعلموا أن الانفراد خلف الصف هو شذود وسعي لحصول النفرة والإنسان إذا انفرد خلف الصف لن يحيط به للشياطين فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانفراد خلف الصف وهذا الحديث هو لا صلاة لمن فرد خلف الصف اختلف أهل الإلم في معناه لأن لا هنا ليست ناهية فالنهي لو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتضى التحرين لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحد خلف الصف لكانت لا ناهية فحرم ذلك وحرمته مذهب الجمهوري أنها تقتضي البطلان لأن النهية في أصله يقتضي الفساد لكن لما كانت لا هنا نافية لا ناهية عرف أن المنفية فعل لأن لا دخلت على حقيقة شرعية والحقائق لا تتعلق بها الأحكام الحقائق لا تتعلق بها الأحكام فإنما تتعلق الأحكام بالأفعال فهنا أمر محذوف لا يستقيم الكلام دونه هذا المحذوف هو الذي يسمى بالمقتضى لدى الأصوليين ودلالته لا تعم في دلالة الاقتضاء المقتضى لا عموم له المقتضى فيها لا عموم له المقتضى هو المحذوف الذي لا يستقيم الكلام دونه لا عموم له فليالك يمكن أن يحمل على وجه من الوجه هذا الوجه مثلا يمكن أن تقول لا صلاة معناه لا تمام صلاة للمنفرد خلف الصف ويمكن أن يكون المعنى لا صحة صلاة للمنفرد خلف الصف كل ذلك محتمل وإذا تعدد الاحتمال مثل هذا النوع يوخذ فيه بالاحتياط فيقال لا تمام صلاة أي أن الصلاة المنفرد خلف الصف غير تامة قطعا ومن هنا إذا جاء الإنسان فوجد الصف ملتئما فالاحتياط أن لا يصلي وحده خلف الصف بل إذا وجد فرشة في الصف جبها ونعمته ينبغي لأهل الصف أن يلينه في أيدي إخوانهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لينه في أيدي إخوانكم وهذا من التعاون على البر والتقوى وإذا لم يجد فرزة في الصف يمكن أن يصف مع الإمام عن يمينه أو عن شماله واليمين أفضل ولكن يجوز أن يصف عن شماله أيضا وإذا صف معه آخر فليكن في الجهة التي صف منها ذلك الأول لأنه لا ينبغي أن يصف اثنان مع الإمام أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله لأن هذا يزعل الإمام في داخل الصف والإمام لا بد أن يتميز عن المؤمومين فلذلك ينبغي أن يكون الصف عن يمينه فقط أو عن شماله فقط وقال طائفة من أهل العلم بل يكون خلف الصف ويجذب من هو في الصف وهذا الجذب يترتب عليه أمراني الأمر الأول أنه إذا كان في هيئة بناء الصف يكون خلف الإمام فأول كل صف ينبغي أن يكون من قبالة وهر الإمام والذي يقابل وهر الإمام عادة هم أهل ثقة الذين يوكلوا إليهم شأن الصلاة لما أخرج مسلمه الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لني منكم أولو الأحلام وأنها ذم الذين يلونهم ذم الذين يلونهم وهذا يقتضي أن يختار أولئك لمقابل أهل الإمام فأولئك لن يتنازلوا للجذب فعلى هذا سيكون بناء الصف الذي يبدأه المنفرد من أحد الطرفين من أحد طرفين الصف يجذب أحد طرفين الصف من يمين أو من شمال وقد قال بعض أهل العلم ينبغي أن يكون الجذب من جهة الشمال لأنها أقل فضلا لما أخرج الحاكم في المستدرك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على مياه من الصفور وإذا جذب من هو عبدالنسان فلينجذب له وهذا مثب الشافعية والحنابلة وقد كره المالكية الانجذابة بسبب أن الإنسان قد أحرز الصف أولا فلانا فضلا بالصدق وتأخره هو تراجع عن ذلك الفضل ولهذا قال قليل رحمه الله لا يجذب أحدا وهو خطأ منهما أي خطأ من الجاذب والمنجذب ولكن عموما الاحتياط هو ما ذكرناه أن يأتي الإنسان مبادرا إلى الصف الأول فيسبق إليه وأن لا ينتظر حتى يلتئم الصف يأتي فيكونه منفردا خلف الصف وإذا كان الإنسان يعلم أنه سيأتيه مصدود يصفون معه وجاء وأدرك الإمام راكعا فيجوز له أن يدرك الركعة خلف ظهر الإمام لأنه يعلم أنه لن ينفرد خلف الصف بل سيأتيه آخرون ومثل النهي عن الانفراد خلف الصف أيضا التقدم على الإمام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أجو إلى الإمام ليؤتم به وهذا يقتضي التأخر عن الإمام وعدم مساواته في الصلاة إلا إذا كان معه منفرد كما ذكرنا في تقدمه إليه ودليل ذلك حديث ابن عباس الذي رواه عنه قريب وعبر بن بنان كلاهما وفيه أنه بات عند خالته ميمونة ليرى قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان نصف الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن وجهه بيديه وشاصفاه أي استاكى وقام إلى شن معلق فتوضع منه وضوءا يقلله عمر ويخففه عمر بن دينار يقلله ويخففه ويقلله في الكم ويخففه في الكيف ثم قرأ أخواتي مسورة آل عمران وقال إن الغلي منام إن الغلي منام الغلي متصرير الغلام وهو ابن عباس قال فقمت ففعلت مثل ما فعل فأحرمت وفي رواية عن يساره وفي رواية خلفه قال فأخذ بمنكبي أو بأذني فجذبني وفي رواية أنه جذبه ليساويه عن يمينه قال ابن عباس فتأخرت فلما سلم قال ما لك أقدمك فتتأخر فقال ما كنت ليساويك قال فضمني قال فأخذني فضمني فدعا لي فذلك إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بالاستحسان لتأخر المأموم قليلا عن الإمام فهذا يقتضي أن المأموم إذا كان مع الإمام وحدهما فعليه ما أن يصفى صفا لكن هذا الصف ليس كهيئة الصف المعتادة ومن هنا فسيكون عن يمينه لكن ينبغي أن يتأخر عنه يسيرا كما فعل المعباس يكون مقابل منكبه متأخرا عنه قليلا من الجنة اليمنى أما تقدم المأموم على الإمام فلا ينبغي ذلك إلا في حال الضرورة وعند الحنابلة أنه إذا تقدم عنه بقدر رجله فإن صلاته تبطل لأنهم يرون أن النهي مقتضل للبطلان مطلقا فإذا تقدم المأموم عن الإمام بقدر رجله بطلت صلاته عندهم ومن محل الضرورة ما حصل في هذا المسجد الآن في صلاة المغرب كانت الصحوف في قبلة الإمام لأن المكان قد انتلأ لكن ينبغي تلك الصحوف أن تتأخر حتى تتصل حتى تكون متصلة بالمسجد حتى لا تقع فرجة بينها وقد ذكر مالك رحمه الله أن دارا لآل عمر كانت في قبلة المسجد فكان أهلها يصلون بصلاة الإمام ومحل ذلك النساء ومن يشق عليه الخروج للصلاة والمسجد كبير المسجد النبوي كبير فإذا كانت الدار في قبلته فالضعفة والعجزة لا يستطيعون الخروج حتى يأتون من خلف المسجد صحوف ينبغي أن تكون متصلة واتصالها هو بأن لا تطول الفرجة بينها والفرجة بين كل صفين ينبغي أن لا تتجاوز ثلاثة أدرع على الراجح لأن حد ما بين الصف والصف حد ما بين الإمام والسطرة والسطرة ينبغي أن يدنو منها الإمام لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليدنو منها وليدنو منها أي ليقترب من سطرته وهذا الجنوب محل خلاهم بين أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يصلي فليجعل بين يديهم إلا موقرة الرحل فإن أراد أحدنا أن يمر بين يديهم فليدرأهم استطاع فإن أبى فليقاتله فإلا ما هو شيطان والمقاتلة والمقاتلة لدى العرب تكون بالنبل بالسهام وبالرمح وبالسيف فالنبل بعيد جدا رميه والرمح 12 شبرا من الوساط طول الرمح 12 شبرا من الوساط والسيف قدره قدر القوسي أي ثلاثة أذرع وهي ثلاثة أذرع وإصبع طوله ثلاثة أذرع فهذا القدر هو الذي أخذ به أهل العلم في تحديد ما بين الإمام والسطرة أن أقل ذلك هو ثلاثة أذرع إلا أنه قال فإن أبى فليقاتله أصل ذلك المقاتلة بالسيف فيكون على قدر هذه المسافة وعلى هذا فبعد ما بين الصفين ينبغي أن لا يتجاوز ثلاثة أذرع وهذا حليم للمصلي وهو الذي لا ينبغي الخروج منه المرور منه ما دام الإنسان يصلي وقد اختلف أهل العلم في حليم المصلي الذي يستحقه بصلاته فذهب بعضهم إلى أن حليمه هو كل ما يشوش عليه فإذا كان يصلي في العراء فمرورك بين يديه من مسافة بعيدة مشوش عليه فلذلك لا ينبغي أن تمر بين يديه لكن نفى هذا القول عدد من أهل العلم وقالوا لو كان كذلك لما شرعت السطرة لأن السطرة لا تنفي التشويش سطرة تكون مثلا قدر مؤخرة الرحم وهذا لا ينفي التشويش إذا مر مارون الإنسان قائم مثلا ولهذا قال أن العربي لله الذي لا إله إلا هو لقد زلت أقدام العلماء في هذه المسألة ولا يستحق المصلي من الحليم إلا قدر سجوده وركوعه قدر الذي يسفد فيه وأركع فقط ولكن ذكر الباجي وغيره أن حليم المصلي الذي ينبغي أن يترك له هو قدر ما بينه وبين سطرته له كان مستترا وهو ذلاهة أذرع والمصلي والمار لهما أربع صور صورة يأثمان فيها معا وهي إذا كان المصلي متعرضا لم يستطر وكان المار يجد مندوحة للمكان يمر فيه فتعمد المرور بين يدي المصلي فهما آثمان المصلي آثم لأنه لم يستطر والمار آثم لأنه وجد مكان يمر منه فاختار ما بين يدي المصلي والصورة الثانية لا يأثم فيها واحد منهما وهي إذا كان المصلي مستطرا غير متعرض وكان المار لا يجد مندوحة لا يستطيع إلا الخروج من ذلك المكان إذا كان المصلي يصلي هنا في هذا المكان وهو مستثير بالجدار وليس وراءه أي تفرجة وكنت أنت لابد أن تمر لإنقاذ إنسان مثلا أو لحاجة ضرورية لابد منها فلن مرورك بين يديه ليس فيه في ذلك الوقت إذم عليك ولا عليه فهو قد فعل ما أمر به من الستار وأنت مضطر للخروج ولإذم مربوعا عن المضطر لقويل الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما بطلعتم إليه الصورة الثالثة يأثم فيها المصلي فقط دون المار وهي إذا كان المصلي متعرضا غير مستثير وكان المار يجد طريقا يسلك منه غير الذي بين يدي المصلي فاختار الذي بين يدي المصلي فالمار رؤادم والمصلي غير رؤادم وهذا الذي جاء فيه فلا أن ينتظر أربعين خير الله لا أن ينتظر أربعين خير الله لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن ينتظر أربعين خير الله أربعين يمكن أن تكون أربعين يوما أو أربعين المهم مبالغة في العدد كذلك الصورة الرابعة يأذم فيها المصلي ولا يأذم فيها المار إذا كان المصلي متعرضا لم يتخل سترة وكان المار لا يجد طريقا إلا التي بين يدي المصلي وهو مضطر للعبور فيأذم المصلي ولا يأذم المار